منذ دقائق انتهت كرعة مراسم كأس العالم للاندية ولما بنتكلم عن كأس العالم للاندية هي بطولة كبيرة بطولة تحت مظلت الاتحاد الدولي بطولة محببة لكل جماهير الناد الاهلي وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكو دي صور من كرعة مراسم كأس العالم للاندية القرعة كابتل حسام غالي عضو مجلس دارة الناد الاهلي ولاعب الناد الاهلي السابق وده كريم بن زيمة لاعب اتحاد جدة السعودي الاهلي دي المشاركة ان شاء الله هتكون التسعة في تاريخ النادي الاهلي المشاركة التسعة للنادي الاهلي هقول لحضراتكو الفرق المشاركة في كأس العالم للاندية الاهلي اتحاد جدة السعودي منشستر سيتي اوراوة الياباني ليون المكسيكي اوكلاند سيتي نيوزيلاندي ويوم اربعة نوفمبر المقبل سيتحدد الفائز بلقب امريكا الجنوبية هم دول السبع فرق ان شاء الله المشاركين في كأس العالم للاندية هتنطلق مباريات النادي الاهلي امام الفائز من اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي يوم خمستاشر سبتمبر يوم خمستاشر ديسمبر هيتحدد تاني الاهلي سيواجه الفائز من اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي الدور نصف النهائي ان شاء الله لو ربنا قرم الاهلي وكان الاهلي موفق في هذا في هذه المباراة ان شاء الله الاهلي هيواجه بطل امريكا الجنوبية هو ده مشوار النادي الاهلي ولكن دايما في كأس العالم للاندية زي ما قلت لحضراتكم هتكون دين مشاركة التسعة للنادي الاهلي الربعة على التوالي النادي الاهلي قدر يحصل على ثلاث ميدليات برونزية من قبل في هذه البطولة لكن دايما جماهير النادي الاهلي بيكون لها دور مهم جدا في هذه البطولات خاصة كمان ان البطولة مقامة في المملكة العربية السعودية طبعا زي ما احنا بنشوف وبنتابع الدور السعودي فيه طفرة كبيرة في الكرة السعودية فاكيد التنظيم هيكون على اعلى مستوى تنظيم يليق بالمملكة العربية السعودية وتنظيم ايضا يليق بالمنطقة العربية فده شيء متأكدين منه ولكن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي هيكون حاضر كالعادة هيكون اللاعب رقم واحد سواء في المباراة المقبلة امام اتحاد العاصمة الجزائري او في مباريات كأس العالم لندين كان ممثل النادي الاهلي في الكرعة هو الكابتن حسام غالي اذا ما احنا شايفين قدام حضراتكم صورة الكابتن حسام غالي بجوار كاريم بن زيمة لاعب اتحاد جدة السعودي